تحرص القيادة السياسية دائماً على توجيه الشكر إلى أهالي سيناء على دورهم في التنمية والاستقرار وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء لكي يشعر أهالينا في سيناء أن الدولة تبدل قصار جهدها لتنفيذ خطط التنمية تضحيات التي قدمتها قبائل سيناء خلال الفترة الماضية محل اعتبار وتقدير هكذا يؤكد دوماً الرئيس عبد الفتاح السيسي عند ذكر أهالي تلك البقعة الحبيبة والعزيزة التي ضح من أجلها كل المصريين عبر التاريخ وفي شهر أبريل الماضي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة تزامناً مع ذكر انتصارات العاشر من رمضان حيث التقى مقاتل قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتل الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وشاركهم الإفطار وخلال كلمته في حفل الإفطار مع جنود وضباط صيناء شدد الرئيس السيسي على أن الدولة ستدعم وتعزز قوة ومكانة شيوخ القبائل بشكل أكبر فأنا بقول تاني إن إحنا قوة ومكانة شيوخ القبائل إحنا بندعمها وبنعززها وهندعمها وهنعززها أكبر صحيح مش بس هنا حتى في كل يعني في الغربية حنعمل كده وفي الجنوبية حنعمل كده فيه دور بيقوم بيه دلوقت يعني في هذا المجال لكننا أنا بأكده إن إحنا كدولة حنأكد ونرسخ ومش حقولنا استعيد لأن الدور موجود لكن حنعززه أكتر من كده وفي شهر فبراير الماضي شهد الرئيس السيسي فعالية تفاقد استفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وعمار سيناء بالتل الكبير في محافظة الإسماعيلية حيث أكد الرئيس السيسي أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء لكي يشعر أهالينا في سيناء أن الدولة تبزل قصار جهدها لتنفيذ خطة التنمية وعشان كده الحقيقة الفكرة هنا أن نحن النهاردة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وزيما أنتم بتقولوا كده أن الإرهاب اللي كان موجود ولي كان بيعيق الحياة مش التنمية بس الحياة حياة الناس لأن ما فيش أمان الناس متعرفش تعيش حتى لو كانت عايشة يعني لو الناس عايشة في مكان وما فيش في أمان الناس متبقاش عايشة فالحمد الله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش والشرطة وبفضل أيضا أبناء سيناء لما اجتمعت القلوب، قلوب الناس، كل الناس على قلب رجل واحد اتحلت المسألة احنا بعلنا 8 سنين أو 9 سنين بنعمل ده كما وجه الرئيس السيسي الشكر إلى أهالي سيناء على دورهم في التنمية والاستقرار بشكركم وبشكر أهالي سيناء تاني احنا واحد احنا واحد احنا واحد مش عايزة، يعني أنا ما يصحش أقول أهالي سيناء لأنني ما أقولش أهالي لقصر ولا أهالي أسوان لكن ساعد لما بيكون عندهم بنقول كده احنا واحد احنا مصريين ودي بلدنا ودي أرضنا نخلي بلدنا منها ونموت عاشاًها فسلاماً وإكراماً وعرفاناً واعتزازاً لأهالي سيناء ولشهدائهم الذين ضحوا من أجل أمن وأمان مصر شكرLu شكراً شكراً شكراً